بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي خاتم اللوين سيدنا محمد وعلى اله وصعب اجمعين. اه كل سلام وانتوا طيبين. اه النهاردة معنا عرض اه حاصلي جدا من شركة حوستنجا. شركة حوستنجا شركة غنيعة التعريف. الشركة انهلت شهرة كبيرة وتقدم اسعار ممتازة ودعم فن كبير. الشركة اصبحت متواجدة في اكتر من مئة وتمين دولة حول العالم. اه عائد مستخدمي الشركة حد النهاردة وصل تسعة وعشرين مليون مستخدم. اه كل يوم تقريبا في خمستاشر مليون خمستاشر الف شخص بينضموا اه الهوستنجر. هنشوف ازي هناخد نهاردة عرض اقصم كبير. هاوصل الى اتنين وتسعين في المية. في البداية محتاج حضرتك حاجتين. الاول هتدخل من خلال رابط الموجود اسفل فيديو. هتظهر الصفحة اللي موجودة قدامك. هنا لاحظت القصم اه السعر كام? هو بيقولك قبلتو خمسة وتسعين في المية. احنا هنوصل الى اتنين وتسعين في المية. هتشوف ازاي. اول حاجة السعر هنا كام? اتنين دولار تسعة وتسعين سنت. الاول هنضغط انجليش فوق انا ها. تغير اللغة. اول حاجة هاتك هتغير اللغة. هنا هتختار الدول العربية. واعز هنا السعر اصبح اقل. السعر كام اتنين دولار وتسعة وخمسين سنت. هناخد اقل من كده. ننزل تحت. هنا الواقعات بتاعة الشركة. مواقع احدية. استضافة مواقع مميزة. الصدافة مواقع اعمال. طبعا انت لو شخص واحد اختيارك هنحصر بين الاتنين دول. دي يعني دي المواصفات متقدمة شوية. يعني دي تفي بالغرض. لو انت مبتدأ هم سميها الحل المسائل المبتدين. بيديك وفر لحد خمسة وتمين في المية. هناخد اعلى من كده كمان. هنشوف ازاي. انا في البداية حبيت انبهك باختصار الفروق اللي بين اللي الصدافة الاول والصدافة التانية. يعني فيه شرح تفصيلي هتلاقي في في شرح بالتفصيل يعني. هنا هنبهك بس لو اول مرة تدخل معنا. الفرق الفروق الجوهرية بين الصدافة الاولى والخطة الاولى والخطة التانية. هنا بمنطقة البساطة هنا الصدافة الاولى بتديك مواقع واحد فقط. هنا مية مواقع. يعني ده فرق لازم تنتبه له. طب ايه الفرق? انا لو بتدقمك المواقع واحد كفاية خالص. انا هشتغر على مواقع واحد. ولكن لازم بتاخد بالك اللي راح ابيتها حضرتك فيما بعد تعمل تضيف مواقع تاني مش هينفع. هتطبع تعمل وده هكون بتكلفة عالية جدا. فلازم تاخد بالك من البداية يعني. موقع واحد يبقى موقع واحد مش هتطبع تزود بعد كده. طبعا ساعة اخزانية خمسين جيجا ممتازة بالنسبة لموقع واحد. هنا مية جيجا. اه الفرق التاني البريد واحد بس هنا طبعا مفتوح البريد الالكتروني معك. البريد الالكتروني ده جاني. ده ستمنوا كم تمام دولار. يبقى الفرق الاساسية بين الاولى والتانية موقع واحد هنا. هنا مفتوحة معك لحد مية موقع. هنا بريد الالكتروني واحد هنا اي عدد. هنا مفيش دومين هنا في دومين. تمام? انت حضرتك بقى احددت اختيار. نفترض ان انت اخترت الخط الاكسر شيوعا. اللي هي دي. اضف الى السل. طيب. هنا لاحظ بقى ان السعر ده المين. السعر ده لما بتختار اكبر عاد ممكن من السنوات. طبعا يعني شهر واحد مش هتاخد اي خصومات بالمناسبة. هنا اتناشر شهر دي اقل حاجة يعني سانة. بيقول لك شو هتفر كم هتفر تنين وتسعين دولار. هنا الوفر بيزيد كل ما اخترت مد اعلى والسعر كمان بيزيد. لاحظ هنا الخطة الاخيرة تمانية واربعين شهر زاد ترتاشر مجاني. يعني انت بتاقد واحد وخمسين شهر. هنا بالسعر اللي هو قل سعر. وحنا هناخد سعر قل من ده. ازا هتشوفه معي. بس في معلومة لازم طبعا نبهك لها. لو حضرتك اخترت ما سنواتناشر شهر. اه في السنة التانية السعر التجديد بيكون عالي. فانت هتلاقي سعر عالي بعد كده تاني سنة. فانت الشركات دي بشكل عام. شركات التصدافة كلها بتعمل اوفر في مرة واحدة بس. فاول مرة حضرتك بتستفيد من الاوفر. الاوفر ده مش هتكرر. ايه العرض اللي عنده هستنج. اقريبا ده افضل عرض انا شفته يعني في كل شركات التصدافة المنافسة. كمان واربعين شهر. واحد وخمسين شهر هتاخدهم وتشتري دماغة بقى ومعاك دومين مجاني كمان. طب لو انت اخترت مسلا اتناشر شهر هشوف السعر كامل تحت? طبعا ان هنا انت لازم تسجل حساب انشئ حساب. اه ممكن بالفيسبوك او ممكن بايميل انا بنصح يما تضيف ايميلك او حضرتك. اه لازم طبعا يكون ايميل حقيقي يعني ما تختارش ايميل عشوائي كده يعني. او عن طريق جوجل. وسائر الدفع طبعا عندهم بضاقة التماني للفيزا بي بال وكون جيت جوجل باي فوري. يعني في خمس وسائل يعني اخترت كتير خالص. لاحظنا مع الخطة دي اسم دومين مجاني زير هو. سعر الخطة دي اللي هي لمدة سنة واحدة بس. ماشر شهر كام? واحد وخمسين دولار تمانية واربعين سنة. احنا نضغط اي ولادين القاسيمة. اسمح هي القاسيمة. اسمح ساعة الخالب. زي بست. ما قلت تحفظها بسهولة. زي بست. يعني الافضل. دي دي خاصة بقناتنا حصريا يعني. لسه يعني فرش كده طازة في الفين ابريل الفين تلاتة وعشرين. دوس تقبيق. اهو تم تقبيق القاسيمة. زي بست. السعر كام? اصبح سبعة اربعين ترى دولار تمانية سنة. انا تقريبا الاربع وخمسة دولار. طبعا حتلاحظ حتستفيد بالقاسيمة اكتر لو اخترت تمامية واربعين شهر. السعر كام? مية خمساشر دولار. طب من غير القاسيمة مية اربعة وعشرين دولار. يبقى نكتب القاسيمة تاني مرة. زي بست. اهو زي بست. حسب حالكم في صندوق نصف تطبيق. مية خمساشر دولار. بتاخد ايه بالمية خمساشر دولار? واحد وخمسين شهر. اربع سنين وترى الشهر. يعني مش مشكلة ايه? سعر اقل من ده اصلا مع الشيء مع استضافة عالمية محترمة كده كده. ومعاك دومين كمان. دومين مجاني بس الدومين في السنة الاولى. في السنة الاولى. اربع سنين بمية خمساشر دولار. طبعا عشان تاخد الخصم ده هتسجل من الرابط اه الموجود اسفل فيديو هتستخدم القاسيمة دي. اسمها هي? زي بست. طبعا بتستكمل بيانات الدفع حين لا فيش سداد امارة مدة تلاتين يوم وتضغط ارسال الدفع الامن. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده بيبعات لك على الايميل حضرتك ببيانات الدخول للخطة. وكده يعني الدومين وبقول باسورد. وداخل الخطة حضرتك بتتمكن من اضافة الدومين. بشكل مجاني. طبعا ده للخطة اللي هي ايه? اللي هي التانية اللي هي اللي اسمها المواقع المميزة. طبعا لو انت عايز المواقع المبتدئين مواقع واحد بس. هتلاقي ضمن الاسعار المختلفة. وبرضو حتستفيد من نفس الكوبون ده. هتاخد سعر اقال من اللي ما يزعر لك هنا. بس هازم تستخدم الكوبون ده. لحد كده يكون انتهى شرحان النهاردة. ما تنسوش تتعامونا بلايك وشير. ده الفيديو عمزها بالقناة وشكرا جدا لحضرتكم.